إلى أين وصلت خطة عزل الرئيس ترامب؟ هل ممكن نشهد عزل الرئيس ترامب من السلطة؟ من قبل ما جاء الرئيس ترامب إلى السلطة؟ والبعد بتكلم أنه لو وصل إلى السلطة فيه سيناريو لعزل الرئيس ترامب البعد تكلم عن قضايا فساد، عن جامعة ترامب تكلمه على تهرب ضريبي، تكلمه على مخالفات قانونية لكن كل ده طوارى مع الوقت وبأن أن ترامب أقوى من كل خصومه وأن ترامب لا يمكن إزاحته إطلاقا من البيت العبيض لكن كل ده كان وارد بقوة قبل إقالة رئيس الـ FBI جيمس كومي جيمس كومي رئيس الـ FBI وإقالته ده بقى كوم واللي قبل كده كوم اللي قبل كده فيه نقاش وجدل لكن جيمس كومي صعب أن نقول أن الفترة القادمة زي الفترة اللي راحت جيمس كومي رئيس الـ FBI بدأ بداية كويسة جدا مع رئيس ترامب وقال ترامب في حق جيمس كومي أنه هو شخص شجاع لكن انتهى الأمر أن جيمس كومي بيحقق في علاقة إدارة الرئيس ترامب بروسيا وده قد في نهاية إلى إيقالة جيمس كومي باعتباره أنه لا يصلح وغير قادر على إدارة المكتب بأول مشهد ترامب امتدح جيمس كومي رئيس الـ FBI وقال أنه هو شجاع نهاية المشهد أنه هو فاشل وأقاله من الـ FBI عشر أيام بالضبط من إيقالة ترامب لرئيس الـ FBI وبين قبول رئيس الـ FBI السابق أنه هو يمثل قدام مجلس الشيوخ للإدلاء بشهادته خطورة ده إيه بقى؟ جيمس كومي رئيس الـ FBI عنده معلومات كتيرة جدا جدا اتنين كان بيحقق في موضوع علاقة إدارة ترامب بروس تلاتة هو ناقم وحاقد على ترامب اللي هو أقاله بطريقة مهينة أربعة الجلسة قدام مجلس الشيوخ جلسة مفتوحة للإعلام والإعلام نفسه كلمة واحدة ضد ترامب فهو وقتها هيتكلم كشخصية سياسية عامة في أمريكا عارف أن كل عدسات المصورين موجودة في مجلس الشيوخ في جلسة علنية والنقطة الأخيرة أن بعض أعضاء مجلس الشيوخ بيشجعوا جيمس كومي أن يقول كلام خطير لو عنده كلام خطير وقال أحدهم لو جيمس كومي عنده اتهامات للرئيس ترامب عليه أن يعلن هذه الاتهامات وهو قدامنا في مجلس الشيوخ الدولار تراجع على أثر ذلك سي إن إن قالت إن شخصيات مهمة كلموا سي إن إن وقالوا لها أن الرئيس ترامب بيدرس أو البيت الأبيض بيدرس احتمالات خوض معركة قانونية في حال الاتجاه إلى إيقالة الرئيس ترامب يبقى إذن موضوع عزل ترامب أو إيقالة ترامب اللي كان ممكن من شهر يبان إنه كلام غير منضبط علميا دلوقتي بقى ليه أساس علمي هذا الأساس متعلق إنه في قضية متعلقة برئيس الـ FBI إن تمت إيقالته لديه أسرار ربما لديه اتهامات مجلس الشيوخ دعاة وافقة في خطوة مفاجئة إن يمثل قدام مجلس الشيوخ وبالتالي بدأت نتائج دي تظهر من إنه في دراسة دلوقتي كيف سيتم عزل ترامب إن الدولار تراجع إن بعض الجمهوريين هينضموا للديموقراطيين في موضوع عزل ترامب إذا تأكد أنه خالف الدستور أو القانون في كل الأحوال إذا كان السؤال إلى أين وصلت خطة عزل الرئيس ترامب يمكن القول أنها وصلت إلى مدى غير مسبوك ترجمة نانسي قنقر